أكد وزير الخارجية سمح شوكري عمق العلاقات المصرية الإيطالية وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة وخلال لقائه استيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي شدد شوكري على اهتمام مصر بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز انخراط الوكالة الإيطالية للتعاون المائي في المشروعات الوطنية التنموية ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية على الأولوية التي توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر كما أثنت على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتقدم المحرص في تنفيذها وتنول اللقاء التعاون في عدد من المجالات وفي صادراتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود مكافحة الإرهاب